اشتركوا في القناة اهم العراوين اجتماع استراتيجي في واشنطن حول التحول الرقمي في جوتي وتعزيز العلاقات مع البنك الدولي من قبل وزراء المعنيين في جوتي بالتصريح الرئاسي احتمال تغيير موقعها في افتتاح أولمبيات باريس تلكم كانت مقدمة النشرة ولكم تفاصيلها من تلفزيون جوتي اهلا بكم شارك وفد جيبوتي رفيع بقيادة مع الوزير المالية والاقتصاد المكلف بالصناعة سيد الياس موسي الدوالي يوم عمس الاثنين شاركوا اجتماعا مهما ضمن الاجتماعات السنوية الذي يعقده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع الشركاء وضم الوفد الجوتي المشارك في هذه الاجتماعات شخصيات جوتي رفعة امثال وزير الميزانية سيد عثمان ابراهيم روبلا ووزير الشحة احمد روبلا عبدالله دكتور احمد روبلا عبدالله وسيد محمد زياد دعالي صفير جوتي لدى الولايات المتحدة والامم المتحدة وركز جدول عمال هذه الاجتماعات على صوبة لتعزيز العلاقات القائمة بين الجوتي والبنك الدولي وصندوق نقد الدولي ودفع الانجدة الوطنية في اطار التحول الرقمي وتحيد المالية العامة وتنويل المناخ وتطوير الموائد المستديرة لتنويل قطاع طرق وتعزيز القطاع الخاص كما سلض الاجتماع ضوء على مبادرات الجوتي الاستراتيجية لتحسين بنيتها التحتية الاقتصادية والمالية وعلى هام شهد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التقى الوفد الجوتي برئاسة سيدي ياسموسي الدوالي وبرفقة وزير الميزانية السيد عثمان إبراهيم روبلي بنائب الرئيس الجديد لمؤسسة البنك الدولية اجتماع استراتيجي في واشنطن حول التحول الرقمي في جوتي شارك وفد جوتي ورفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والمالية المكلب بالصناعة السيد ياسموسي الدوالي وضم وزير الميزانية سيد عثمان إبراهيم روبلي في العاصمة الامريكية واشنطن في اشغال اجتماع استراتيجي حول التحول الرقمي في جوتي وفي غضون هذا الاجتماع قدم مدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة سيد مصطفى محمد تقريرا مفصلا عن مصيرة التحول الرقمي في البلاد والتقى الوفد الجوتي خلال هذا اللقاء بسيدة كريستين مديرة الممارسات العالمية للتنمية الرقمية في مجموعة الممارسات الانشائية للبنك الدولي والتي اطلعت الوفد دور فريقها في تقديم الاستشارات لصناع القرار السياسيين وكذلك الجهات الرقمية بالاضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز التوصيل واستخدام التقنيات الرقمية كما أبرزت الشيانك أهمية التعزيز الأمن السيبراني وعماية البيانات واستخدام التقنيات الرقمية للنهوض بالتنمية المستدامة بدورها شهد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بهذا اللقاء مؤكدا أهمية قضية التحول الرقمي التي تعتبر أحد الأولويات الاستراتيجية لجيبوتيا شارك معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيد محمود علي يوسف شارك في المؤتمر الوزاري والسياسي المزدوج لدفع مبادلات السلام من أجل السودان والمؤتمر الإنساني الذي نظمته فرنسا وألمانيا والاكتعاد الأوروبي بصفته ممثلا للرئيس الحالي للإيقادة ومبادلات السلام التي يقودها رئيس الجمهورية سيد معلوم القيل شارك الوزير المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السلام في السودان وشار الوزير في كلمة له إلى أهمية ومحورية جيبوت والإيقاد والاتحاد الإفريقي لعادة السلام في ربع السودان وأن جيبوت مستعدة لتنصيق جهودها في عملية جدة ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ترأس أمين عامي وزارة صحة سيد محمد علي محمد اليوم الثلاثة الموافق الخامس عشر من إبريل الجاري اجتماعا هام حول صير تنفيذ المشروع التجريبي لمكافحة الملارية مع مجموعة أوكستيك وجمعية متعاليزة وشارك في الاجتماع كل من المستشار الفني لرئيس الجمهورية دكتور عبدالله حسن وفريق من مجموعة أوكستيك بقيادة سيد جراي فراندسن ورئيس ديوان رئيس الوزراء سيد علي سيلاي عبدالله عبدالله وشركاء الفنيين والماليين إلى جانب كبار مسؤولي وزارة الصحة ويهدف المشروع المذكور بالدرجة الأولى إلى مكافحة الملارية من خلال تقليل وجود البعوض أنوفيل بشكل كبير وبالتحديد النوع الذي ينقل البام الرضاء وبفضل هذا المشروع يتم إجراء المراقبة المستمرة لنقلات المرض في 32 موقعا متفرقا تشمل نواحي دودا ودمرجوغ ومدينة عرطا وفي مدينة جيبتلا سيامة أحياء أرحبة وحنبل وجبل تجدل الإشارة إلى أن من أهم استراتيجات مكافحة الملارية تحصين البناء التحتية للصحة العامة مثل تحصين إمدادات المياه والصرف الصحي للحد من تكاثر البعوض بالإضافة للتطقيف والتوعية للتجيئ على الممارسات الصحية والوقائية مثل تجنب تجمعات المياه الراكدة والبعوض وكذلك في فترات النشاط البعوضية وفي مداخلة له أشار أمين عام وزارة الصحة سيد محمد علي محمد أشار في الجلسة الافتدعية للاجتماع إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر قيل لنجاح هذا المشروع الذي يدعم جهود دائراته الوزارية من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للملارية ونوها سيد محمد علي محمد أن النتيجة المتوقعة من المشروع تتمثل في تقليل عدد أنثى بعوض الأونفوليس مما سيساهم بشكل فعال في مكافحة انتشار الملارية وعرب الأمين العام لوزارة الصحة عن شكره لشركة أكزيتاك وجمعية متعليزة على هذا العمل وعاد إلى الأذهان مرة أخرى لهمية الملموسة للمشروع التجريبي للقضاء على انتقال البعود ما من شأنه الحد من الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض الخطير وتحصين صحة السكان إلى مقر مجلس النواب في إطار إصلاح إذالة المالية العامة احتضن مقر مجلس النواب اليوم ورشة عامل تدريبية حول صوب لإذالة المال وذلك لأعضاء اللجنة المالية والاقتصاد والتخطيط البارلومانية وتم تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة الميزانية وبتنشيط من خبراء في المجال المالي وتمثل هذه الورشة التي تم تنظيمها بشكل مشترك من قبل وزارة الميزانية ومجلس النواب فرصة للبارلومانيين المشاركين لتحقيق إذالة مالية أكثر شفافية وكفاة تدفى الورشة بقيادة الخبير الوطني والخبير الدولي الدكتور محمد عمر إبراهيم إلى تعزيز مهارات اللاعبين الرئيسيين المشاركين في مراقبة وتخطيط الموارد المالية العامة وإعداد الميزانية ومراقبة الإنفاق وتقييم السياسات الاقتصادية للبرلمان واكتصب المشاركون خلال هذه الدورة معرفة متعمقة وأدوات عملية لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه الإدارة العامة إلى محافظة الدخل حيث استقبل وليقليم الدخل سيد حسن عدي رابل برفقة رئيس المجلس الإقليمية سيد مهد حسين أحمد ونائب رئيس مركز البحوث الجووتية سيد إبراهيم قورو والأمين العام المكز وذلك للمشاركة في دورة تدريبية تتعلق بالتعداد العام الثالث وهن المسؤولون الإقليميون المشاركين في هذه الدورة التدريبية وأشاروا إلى أهمية دورهم في إنجاح أملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن وشدد المشاركون على أن المهام الموكلة إليهم يجب أن تأخذ على محمل الجد وفي كلمة له شدد محافظ إقليم الدخل سيد حسن عبد روبلي على أن المهام الموكلة إلى المتدربين يجب أن تأخذ على محمل الجد لأن تحقيق النتائج وجمع بيانات جيدة نوعية يعتمد عليهم وسيتم استخدام البيانات التي تم جمعها لاتخاذ القرارات اللازمة من أجل تنمية بلدنا وأشار إلى أن هذه دورة تدريبية تكتسي أهمية قصوى وتتعلق بالتعداد العام الثالث للسكان والمساكن استقبلت الأمينة العامة لأمالة الدولة المكلفة بالرياضة صباح اليوم الثلاثة في مكتب الوزير أسيدة خديجة إبراهيم إدريس صباح اليوم رئيس الاتحاد الدولي للكانو وهي السباقات الزوارق في المياه الراكدة على مسافات مختلفة برفقة رئيس الاتحاد الافريقي للزوارق والنائبي كما أضم الوفد رئيسة اللجنة الأولمبية الرياضية الوطنية الجيبوتية أسيد عيشة قراد وفريقها بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الجيبوتي للزوارق سيد أحمد محمد وأعربت الأمينة العامة لأمالة الدولة للرياضة عن سعادتها باستقبال الضيوف ومشيدة في الوقت ذاتي بالعمل الرائع والديناميكي الذي يقوم به اتحاد الزوارق الجيبوتي معربة عن أسفها لغياب الوزير الذي يمثلته بسبب جدول أعماله المزدحمة من جانبه أعرب سيد توماس عن سروره بهذا الاستقبال وعن امتنانه للأمينة العامة لأمالة الدولة المكلفة بالرياضة وأكد أنها زيارته الأولى لجيبوتي وشرق إفريقيا مرحبا بالتقدم الذي أحرزه اتحاد الزوارق الجيبوتي من جانبها سلطت رئيسة اللجنة الأولمبية الوطنية الجيبوتي سيد عيشاء قراد ضوى على التعاون المثمر بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية الجيبوتي موضحة أن هذا هو سر النجاح وركزت المناقشات على مختلف مجالات التعاون المستقبلي وفي ختام اللقاء تم تبادل الهذايا بين الطرفين والتقاط الصورة التذكارية لجميع المشاركين إلى صاحة دولية وإلى فرنسا حيث تم كشف رئيس الفرنسي يمانويل ماكرون أمس الاثنين أن حفل افتتاع إلى العاب الأولمبية مقررة في باريس الصيف المقبل قد ينقل من نهر السين إلى استاد دي فرنس في حال وجود تهديد أمني وقال ماكرون أنه بدلا من إبحار الرياضيين المشاركين في حفل الافتتاع في نهر السين على مطل المراكم يمكن أن يقتصر الحفل أي المبنى المتواجد بالقرب من برج إيفيل وأن ينقل حتى إلى استاد دي فرنس ومن المقرر أن يقاوم العرض الافتتاحي التقليدي للفود الرياضي الأولمبية على مطل قوارب على نهر السين في السادس والعشرين من يوليو المقبل في سابقة من نوعها لأنه دائما ما يكون الملعب الرئيسي لألعاب القوى مصرحا لحفل افتتاحي في الألعاب الأولمبية وأخيرا إلى صفحة الرياضة نادي باير ليفر كوزان يحقق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه حقق نادي باير ليفر كوزان لقب الدوري الألماني هذا الموسم 2023 و2024 للمرة الأولى في تاريخه بعد ضمانه الاستمرار في صدارة جدول ترطيب المصابقة قبل نهايتها بخمس جولتا وحسم نادي باير ليفر كوزان اللقب بعد فوزه على منافسه فيردر بريمان بخماسية نظيفة في مباراة وقيمته على أرض الملعب الأول الأحد وضمن منافسات وضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ووصل نادي باير ليفر كوزان لنقطة التاسعة والسبعين في المركز الأول بفارق ستة عشر نقطة عن أقرب ملاحقه باير ميوناخ إلى هنا أعزائي أن المشاهدين تنتهي نشرطنا الإخبارية نشكركم على حصن الإسقاء والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر